وكما بقى في الحقيقة مهمة للغاية لأن نتكلم على توقيت بالغ الأهمية ويمكن حتى كنا نتكلم قبل الهواء عن أهمية التوقيت لأن ببساطة شديدة نحن نتحدث عن متغيرات دولية وإقليمية قائمة الآن تعيد ترتيب المشهد الدولي والجميع الآن يتحدث عن يعني ولادة نظام دولي جديد وشكل عالمي جديد وبالتالي إثبات أو يعني إيجاد مساحة لقضايا الفلسطينية في ظل هذه المتغيرات أنا أعتقد أن هذا أمر مهم للغاية أن نتحدث والعلم لديه هذا السقب من القضايا والأزمات والمشاكل عن القضايا الفلسطينية بل نتحدث أن هذه القضايا الفلسطينية هي جوهر الأزمات في المنطقة وأن حالة هذه القضايا يتبح حالة للقضايا الإقليمية الأخرى هذا مهم للغاية في ظل هذه المتغيرات حتى لا تذوب القضايا الفلسطينية حتى لا تختفي القضايا الفلسطينية عن المشهد في ظل هذا العراك الدولي المشتد في الحقيقة وبالتالي أنا أعتقد أن هذا دور مصري بيظهر جليا الآن وبراز القضية الفلسطينية لصدارة المشهد الإقليمي والدولي أنا أعتقد أنه يحسب لها الدولة المصرية وإصرار القيادة السياسive المصرية على الحديث عن القضية الفلسطينية واستضافة فاعليات لها علاقة بفلسطين سواء ما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية زي ما شوفنا الفصائل الفلسطينية منذ أيام في العالمين أو القمة المصرية الفلسطينية أيضا منذ أيام أو هذه القمة الثلاثية التي هي الثانية هذا العام يعني عقدت أيضا قمة ثلاثية ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة فلسطين والأردن أيضا في أول هذا العام وبالتالي نحن نتحدث عن زخم وحراك مصري تجاه القضية الفلسطينية في ظل متغيرات دولية وأهمية وإقليمية أعتقد أنه هو بيؤكد أن الدولة المصرية لديها ثوابت راسخة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأهمية حل وإيجاد حل شامل وعادل لهذه القضية وده اللي كان موجود فيه البيانر الختامي لشمل 13 بند كلهم بيأكدوا في الحقيقة على هذه الثوابت فكرة إيجاد دولة طبعا فلسطين طبعا وعصمتها القدس الشرقية فكرة إيقاف أو وقف إرهاب المستوطنين وإيجاد هذا المصطلح بهذا الوضوح أنا أعتقد أنه مهم جدا وأن نجد هذه اللغة الواضحة من يعني توصيف بالضبط لما يحدثوا المستوطنين من إرهاب وتخويف لأهلين فلسطين هذا مهم للغاية أيضا ما يتعلق بالعمل الإقليمي والدولي المشترك بشأن هذه القضية هي مصار السلام وغيرها من ثوابت ضمها البيان أيضا الإشادة في هذا البيان بالدور المصري على نطق المصالحة الفلسطينية يمكن نحن رأينا منذ أيام كما كنا نتحدث أحد المحطات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية ولكن هذه جهود ممتدة في الحقيقة منذ عام 2014 بالتحديد بنرى طوال الوقت جهود مصرية فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية وهنا أيضا إيمان مصري أن وحدة صف الداخلية الفلسطينية إيجاد صوت فلسطيني واحد إيجاد لحمة في الداخل الفلسطيني كلها تساهم بشكل حقيقي في أيضا دعم الدور السياسي الذي تلعبه القاهرة وعمان وفلسطين وكافة الشركاء العرب وحتى على الصعيد الخارجي والأوروب لأن أيضا مصر شريكة طبعا في ربعيات ميونيخ وبتعمل طوال الوقت في إطار المجتمع الدولي لدعم القضايا الفلسطينية وبالتالي هذه القمة من حيث التوقيت هي مهمة للغاية لأنه نتحدث عن كما أوضحنا متغيرات كثيرة جدا متحدث في العالم وبالتالي حجز مكان للقضايا الفلسطينية في ظل هذا الصخب الدولي هذه نقطة بلغة الأهمية أيضا في ظل تصاعد الأوضاع في الداخل الفلسطيني بنشوف إزاي الاعتداءات المستمرة من الجانب الإسرائيلي تجاه المواطنين سواء في المسجد الأقصى أو في بعض المناطق في فلسطين سواء في غزة أو في الضفة أيضا هناك توقيت أيضا بيمنح فرصة للقضايا الفلسطينية كما أن هذه المتغيرات ربما تبدو أنها صعبة ولكن أيضا فيها مساحة لخلق فرصة جديدة للقضايا الفلسطينية